السلام عليكم و مرحبا بكم في الوصفة ماليكا اليوم سوف نصبح لكم ثلاثة ديال الشكال ديال الشوكولات و ثلاثة ديال النكهات جوا اكتر من رائع في الماداق و في المنظر و ان شاء الله يعجبوكم سوف نصبح لكم الشكال الأول في الماداق الزيتارجان و الشوكولات ديال الحليب و الفوكه الجفا والتاني بالكاراميل و بالبندق و الشكولات الاسود و الشكولات ديال الحليب مخلطين والثالث حتى هو بالماداق ديال الفريز ديالتليه الملون الغذائي بالماداق ديال الفريز هاد الشوكولاتة اللي بنات نساوبوه ان شاء الله فرس العام ولا نساوبوه الكادو اللي اعطيوها للسحاباتنا ولا الناس اللي اعزاز علينا كنت مننا ان شاء الله يعجبكم هاد الشوكولات قبل ما تخرجوا من اللايكو بارتاجي ودرو الجرس باش يسلكم كل ما هو الجيد من ما تباقي إلا بغتو تشاركو معنا في القروب ديال فيزيبوك غنخليكم الرابط التحت ولا القروب ديال انستغرام مرحبا بالجميع لمقهة ديال الشوكولاتY想فدت 200 جرام ديال الشوكولاتonden للحليب اعطيته الدع في الكاسرونة الكاسرونة الثانية اصدرت فيها 100 جرام ديال الشوكولاتين للمرمية جرام ديال الشوكولاتديال الحليب والزيترقان الشوكولاتديال الحليب غادين ديالенты واثمي انضوبوه في البماغي والشوكولات الأسود سوف نضع أزيت الزيت السيور الشوكولات يضب في البماغة وخذت البندق وضعته في المقلع قليت البندق وضعت حمره جيدا وضعته على القشرة كما تشوفه سوف نضع القشرة نقيت البندق وضعته على القشرة نضعت البندق في مونينيكس وضعته 50 جرام الكراميل وضعته قليلا نضعت البندق وضعته 100 جرام اخرى الكراميل يعني العبار الكراميل كله اللي قمت في البندق 150 جرام من اللي غدا نعمر به الشوكولات كنحسسو بالمدق ديال الكراميل والمدق ديال البندق اكتر من رائع البندس كنستمر بحالها كحتى كنعمر سطمبينو ديال سيليكون ديالي كامل ونعودو نتلقاوه نضع بحالة كله نضعته من اللي غدا تشكولات في سطمبينو ديال السيليكون اضعتها لخالد البندق وديال الكراميل كنناخد منه المعلقة الصغيرة كنحتها في الوسط كما كتشوفوه ونستمر بحال هكي حتى نغطي الكراميل ديالي كامل بالشكولاتة الأسود ترجمة نانسي قنقر 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 كنحاول نحت الشوكولات غير في ديك البلاصة اللي كان فيها هديك الفورما ديال الكرافات عندي النافس الشيء مع الكرافات تخرى كما يبن لكم في الفيديو الشوكولات ديالها هو درته غير في البلاصة اللي فيها الكرافات خديت الشوكولاتة بيض ديال الحليب غدي نغطي به هديك الشوكولاتة الغوز اللي حتيتها في المول وغدي نحطه في الجنب كاملي كان ما اللي احسنة لبناتها ناخد المول اللي درت فيه الشوكولاتة الغوز نخشيفه في الثلاجة حتى كي تجمدك الشوكولاتة الغوز وعاد نديرها الشوكولاتة بيض في الجناب ونحطوه في الغوز باش ما يتخلطوش ليه اللوان غير انا زربانه وبغيت ننسو بكل شي بالزربة سافي كان نستمر بحال هكا حتى كان حتى شوكولات ديالي في الجناب ديال المول كما كيبن لكم في الفيديو ونعودو نتلقوه خديتها ديك البلاصة اللي فيها ديك الفورما ديال النجيمات حتيت فيها الشوكولاتة بيض وغدي نحطوه في الجناب كيما كيبن لكم في الفيديو ملحطت الشوكولات ديالي في المول كيما كيبن لكم كان مفروض ندخله لتلاجه حتى كي يجمد الشوكولاتة وعاد ندير الكراميل ولكن كيما قلت لكم انا زربانه بغيت نسو بكل شي في مرة خويت الكراميل في الوسط ديال الشوكولات كيما كيبن لكم باللي كان عمر لمولة ديالي بالكراميل كان زيد البندوق ديجا حمرته وقشرته كيما كيبن لكم في الفيديو مللي كان ديال البندوق كان ناخد الشوكولاتة اسود كان نغطي بيها الكراميل كيما كيبن لكم في الفيديو وكان غطي البندوق هنستمر بحالها كحتى كان غطي الشوكولات ديالي كامل غطيت الكراميل ديالي كامل بالشوكولاتة اسود وزتعل ليان الشوكولات ديالي مللي غطيت الكراميل ديالي كامل بالشوكولاتة غطيته بسولفان وغنا نخشيه في الااجحة تجمد مزيان غديت نسب الشوكولات اخر بالفواكه الجفة ولمدق ديال الزيتارغان خذيت الحبيبة ديال الشوكولات دى التأم في زليفة المقادر الشوكولات بالمضاق الزيت فوقه الجثة 200 غ شوكولات الحليب ديجاء ضوبته الحبيبة الشوكولات أسود قليلاً الكوكرو قليلاً اللوز قليلاً الزرارع النور الشمش قليلاً الزباب قليلاً الزباب قليلاً البندوق قليلاً مش ماشيابس سأضمت فوقه قليلاً اضمت رائعة قليلاً لكم قليلاً اضمت كثيراً ثم قليلاً 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 ديجاء قليلاً كما يباني لكم في الفيديو لدي الشكلة ديالي علي الورقة الشي واحدين هي شكلة اسود كان نضرب عليها Bird ديال اللي كوك كيما كيبان لكم في الفيديو من اللي كان حط الكوك كان حطى لمشي ماشي يابز ديجا غسلته وقطعته على هاد الشكل كيما كيبان لكم في الفيديو وحطيت شوية ديال البندق وكنستمر بحالها كحتى كان زين شوكولات ديالي كامل ونعود ونتلقاو شوكولات ديالي ها وزينته بالفاوكه الجافة من اللي زينش شوكولات ديالي بالفاوكه الجافة خشيته في الفريقو لمدة ديال ساعة فتلاجة حتى تجمد مزيان وخرجتو كيما كيبان لكم في الفيديو شوكولات ديالي بالزيتار غمجة اكتر من رائع في المادق وفي المنظر ده بغن نحطه في الطبصر ونعود ونتلقاو شوكولات ديالي ها وحطيته في الطبصر كي يشهي شوكولات ديالي بالمعدق ديالي اللي فريزها ها خرجتو من تلاجة وخضيتو من المول ديال سيليكون وحطيتو في الكاغت كيما كيبان لكم في الفيديو شوكولات بالكاراميل وبالبندوق حتى هو تجمد وخرجتو من تلاجة شوكولات ديالي كيما كيبان لكم نحيدو من سيليكون كيما كيبان لكم تجمد وجاء اكتر من رائع وخضيت هادا الكاغت اللي كنحطه فيه الحلوة كنحط فيه الشوكولات ديالي كيما كيبان لكم وغادي نستمر بحال هكا حتى نحيدا الشوكولات ديالي كامل من سيليكون شوكولات ديالي بالفواكه الجفة وبالمدق ديالي الارغانجا اكتر من رائع في المدق في المنظر وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وسهل كي تصو في الدقائق لما لا نصوبها فرس العام ان شاء الله نفرحو به ولداتنا وعائلتنا كنوا متكدين ان الولدات غادي نحمقوا على هاد الشوكولات وعلى الكاراميل كل شي كي يحمق عليه الشوكولات اسود ها هو بالكاراميل وبالبندوق جاء اكتر من رائع في المدق في المنظر كانتمنى يعجبكم وسهل كي تصو في الدقائق وشكولات بالمدق ديال الفريز وملوين غدائي ومعمر بلاك كريم ولكاراميل ملدد جاء اكتر من رائع في المدق وفي المنظر كانتمنى اعجبكم شوكولات الليبنات المدق ديال الارغان والمدق ديال الفوكه الجفة وشكولات بيضا البنت لا نعاود لكم على المدق ومدق ديال الكاراميل وديال البندوق جاء اكتر من رائع كانت تمنى اعجبكم وهذا الفيديو جوز ثاني ومازال غنحط لكم جوز اللول فين كاين المشتريات ديالي ودرت لكم واحد فلوغ هنا يا فطاليان السوق ديال الشوكولات كايدلوها قبل رس العام فيه جميع انواع ديال الشوكولات جميع اشكال جميع اللوان ان شاء الله غنحط لكم الفيديو غدا نمنطه وغنحطوه لكم كانت تمنى الفيديو ديالي اعجبكم الى اعجبكم دلوا لي اللايك وبرتاجي وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من المطبخي ما تنسوش تسنو الفيديو جوز اللول ان شاء الله